مثل ما قلنا في بداية الحلقة أن فئة جدا قليلة من مجتمعاتنا الخليجية والعربية وممكنهم يكونون نباتيين البعض ممكنه هو يشوف أن هذا صحي أكثر لأجسامهم رح نتكلم عن هذا الموضوع شو ممكننا الشخص إذا كان غير نباتي وممكنه هو يصير أيضا نباتي مع الدكتورة عبير الشرهان رئيسة جمعية النباتيين الكويتية مساء الخير وحياة الله مشكورية على التضغطي شكرا العفو وحياة الله من وردنا ببداية سنوضح حق مشاهدين كم سنة صار لت نباتية وش اللي خلاش تخذين هذا القرار أن فعلا تكونين نباتية نعم صار لي تقريبا 13 سنة نباتية وقبلها سنتين اللي نباتية بس كنت آكل الجبن والألبان فتقريبا 15 سنة الحين بدايتي أنا أحب الحيوانات وايد ففي البداية كنت دايما أروح السيرك وبدايت ببالي أشوف أن الحيوانات وشون قاعدين يعاملونهم الطريقة اللي قاعدين يدربونهم فيها فطبعا هذا الشي ما أعجبني وايد فرحت بعدين بحثت وشفت وتعرفت أنه أكو شيء اسمه نباتية وأكو شيء اسمه نباتيين وبديت أقرأ وبعدين تعرفت على أنه ليش الناس ممكن تصير نباتية فيه نباتيين من أجل الحيوان فيه نباتيين من أجل البيئة فيه نباتيين أساس صحتهم فأيكو وايد أسباب إيجابية ممكن تخلي الشخص أنه يتبنى النمط الحيوان نباتي نعم دكتوري مكلمن قدرتين أنت تأخذين هذه الخطوة شون شفتيت كيف الأسرة حولك مع هذا الخيار نعم في البداية مثل وايد ناس في البداية كانوا خايفين من وين بتيبين الكاسيوم من وين بتيبين بروتين شو ما تاكلين معانا أي أحد لما يكون طابخ طبخه ويبوني أضوقها شو من تماكله معانا في البداية كانت شوية صعبة بس شوية شوية تعودوا علي والحين بالعكس يعني دائما يكون أكل نباتي وأهم شوية شوية بدأوا أن يخففون من لحمهم وخففون من الألبان ما صاروا نباتيين بس وايد خفوا حتى صحتهم صارت أحسن في البيت كله يعني تكيف معايا تكيف معايا تكيف معايا الحمد لله الحمد لله شون يطلت فكرة دكتور أن تسوين جمعية تدعين فيها أن الناس ممكن يسرون نباتيين ويكون باختيارهم لأننا مثل ما نعرف بشكل عام الإنسان بيد اختيار أنه يختار أن يكون نباتي أو يأكل لهوي صحيح يت هذه الفكرة لأن حبيت أن يكون الهدف توعوي بالدرجة الأولى في ناس كثير تعرف عن النباتية أنه بس ناس نباتيين ما يكلون لحم ما يعرفون بالضبط شنة هي عواقب أن الواحد يأكل اللحوم والألبان على مدى طويل فالفكرة أنه أنا حبيت أشارك الأشياء اللي أنا درستها الأشياء اللي أنا بحثتها دائماً أقول كل شيء أنا أقوله أو يطلع من الجمعية يكون مبني على بحوث يكون ياي من جامعات هو مرايئ أنا يعني أشياء أنا قاريتها وتعلمتها فحبيت أنه تكون عن طريق ندوات حبيت أنه تكون عن طريق أنشطة ويكون أن الشيء رسمي لما أدعي الناس يكون فيه كيان الناس تحضر لهم شو يجبت أقبالهم بالمحاضرات؟ في البداية كان جداً بطيء بس أنا دائماً أقول الناس يكون فيها جهل مو من التجاهل اللي فعلاً لما أنا أكلمهم على الأثر السلبي على البيئة الأثر السلبي على صحتهم وعلى عيالهم مو عارفين المعلومات هذه مو عارفين الحقائق مو عارفين الإحصائيات بس يسمعون أن شخص نباتي بدون لا يكون فيه أي بحث فلما أشرح لما أعطي ندوة لما أتكلم يكون فيه بالعكس يعني مرات الندوة تكون أو النشاط يكون نص ساعة الأسئلة تكون نص ساعة ثانية الناس تريد تعرف بالضبط شلو الآثارة صحيح ممكننا في بعض الأشخاص اللي ممكنهم يكونون مؤثرين في السوشال ميديا وحتى في المجتمع ما يكتفون أن يكون هذا القرار شخصي يحبون أنهما ينهضون فيه المجتمع وينادون في أهمية أن الشخص يكون نباتي والعلم أنه يكون هذه حرية شخصية إذا أنت كنت شخص نباتي أو حتى غير نباتي ممكن أن تكون تأكل اللحوم وغيرها لأنه بعض منهم يأكلون اللحوم الحمرة يأكلون اللحوم البيضة وغيرها لماذا لم تكتفيني دكتور أن يكون هذا قرار شخصي سؤال وايد حلو أول شيء شكرا لأنه فيه أكو أسباب وآثار سلبية كثيرة في تبني نمط الحياة الحيواني وفيه آثار جدا إيجابية لتبني نمط الحياة النباتي ففيه دراسات كثيرة طلعت من جامعات طلعت من أمم المتحدة على مدى خطورة اللحوم والألبان على صحة الإنسان ففيه أكو دراسة طلعت من المجلة الأمريكية اللي التغذية سنة 2007 وأثبتوا فيها أن الأطفال اللي ما يشربون حليب وألبان بعد ما تفطمهم أمهم يعني أقل بثلاث أضعاف الأطفال اللي يأكلون أنه ممكن يصير عندهم اللي هو سلطان الغولون ونفس الشيء مع الأطفال يكون عندهم السكر الحين دائما نقول حق الناس نساءل ليش قاعدين نشوف شباب بالخمسة وثلاثين والأربعين والخمسين تكون فيهم سكتة قلبية فشوفينا رياضي بس الأكل يكون مثلا سلطة وفخ الدياية سلطة واللحم سلطة وجبنا أساس أن يكون بروتين نحن عارفين أن هذه الأشياء كلها دهون مشبعة ممكن أن تضر الجسم وتسكر الشرايين فيه أيضا الآثار السلبية على البيئة الحين أهمت طلع تقرير من الأمم المتحدة أن 51% من التلوث اللي قاعد يصير على الأرض قاعد يصير من تربية الحيوان طبعا هذا غير عن السيارات غير عن المصانع بس 51% عدد كبير وما نتكلم عنه وايد نخاف نتكلم عنه ليش لأن هذه العادات والتقاليد مالتنا داخل البيوت نخاف أننا نغيرها فحبيت أن أشارك أنا هذه الأشياء كلها مع الناس لأنها مثل ما قلنا حرية شخصية بس هذا مو راي هذه كلها حقائق وإحصائيات قاعدة تصير والشخص ممكن أنه يغير من العالم إذا تبنى هذا النمط لأنه سيحسن من البيئة ويحسن من صحتها ويخفف من المؤاناة اللي قاعد يصير بالحيوانات وطريقة تربيتهم يمكن سؤال يضرع على البال من خلال كلام الدكتور ويمكن يطرع على كثير من المشاهدين مو ضد فكرة أن الإنسان يكون نباتي أو نماء يعني يكون بنهاي اختيارة ولكن أنت قاعد تقول أن مثلا اللحم أو الديع فيها دهون ممكن تكون مضرر الجسم بشكل يومي أننا ناكله لش مثلا ما نقدر ناكله بشكل عام ولكن بطريقة مو يومية ممكن تكون فترة كل مثلا بالشهر في وجبة تكون أقدر أكلان لحم أو ديعي ما أصير نباتي بشكل عام نعم أنا دائما أنا أيد هذا الشيء ودائما نقول لحق الناس أول شيء أنا ما صرت نباتية بيوم وليلة تقريبا ثلاث أربع سنين على ما قريت وفكرت وشوف ناس غيري وبعدين بالعكس أنا كل الناس اللي حوالي حتى عائلتي مثلا مرة بالأسبوع أكو لحم الجبن مو كل يوم البيض مثلا بس بالويكند يسوي له مثلا أبويا كله على شهوته الله يخليك يا رب فبالعكس هذا شيء ياريت لو كل الناس سويه بس اللي تصير بالكويت ريوق بيض وجبن الغدا ما تفوس دياي ما تفوس لحم العشع هامبرغر بس يعني العهم الكاملت ما يمعني أن أكون نباتي بس أني أكل وجبة لو بالشهر أو بالشهرين دياي أو لحم أكيد بالعكس هذا يكون شيء زين على صحتك ويؤثر على الحيوانات ويؤثر على البيئة ألف بالمية ديكتوري يمكن في إيطاليا من فترة أكسيرة أصدروا تجريم للأهل النباتين إذا أجبروا أطفالهم على أنهم يكونون نباتين قبل 18 سنة شو تعليقش على هذا أول شيء بس أساسي يكون شيء ثاني همتوى طالق قبل يومين طالق تقرير من البرتقال أنه لازم في جميع المناطق التي فيها أكل المطاعم لازم يكون فيه وجبات متوفرة حق النباتين فأنا أظن تكون هذه الأخبار متناقضة شوية ما بيأدخل بالتفاصيل بس أن شركات اللحوم شركات الألبان هذه كلها أشياء تجارية ممكن الناس تخاف أنه يكون فيه مثلا كثير فيه ناس نباتين تبتعد من شراء هذه الأشياء بس يعني إذا مو كل الدراسات معظم الدراسات تقول أنه بالأكس حق الأطفال هذا شيء ويد صحي الياهل يحتاج حق حليب أمة أكيد أول سنتين لازم يكون فيه حليب أمة وبعدين الخضرة والفاكة والبقوليات مليانة كارسيوم مليانة ببروتينات وبس أساس أن أنا أهدي أهلي أنا كل سنة لازم أسوي فحص دم لازم أسوي فحص غدد أساس أن أمهم يرتاحون أن أنا الحمد لله صحيتي ويد زينا الحمد لله الله يديم عليك الصحي يبعد الأمراض على كل مشاهديننا وعليك وعلى كل السامع يا رب ولكن هل تغيرت فعلا حياتك بعد ما صرته نباتية بالإضافة يمكن كثيرا ما يسمع نباتي عبالنا بس ممكن يأكل الخضرة خلو نوضح شنل عناصر الأساسية لشخص النباتي ممكن أنه يقدر يأكلها نعم طبعا البقوليات بأنواعها الخضرة بأنواعها الفاكهة بأنواعها الناس عبالها أنها راح تنحرم يعني مثلا ممكن يكون فيه نباتي صحي ممكن يكون فيه نباتي مو صحي إذا أكل شبس وإذا أكل كاكاو حين فيه أريد ترى هم بعض الجمعيات قاعدة تسهل على الموضوع على الفيجتيري صحيح يكون فيه فيجي بندر أو حتى الحليب اللوز وغيرها من هذه الموضوع صحيح هذا كل أكل يكون متوفر صحيح طيب دكتورة خلق نقصها على جانب آخر إذا تسمحين فيه بعض الأشخاص اللي ممكن أنهما يكونوا نباتين لكن نباتين خلق نقول شوي متعصبين حبتين بمعنى أنه مثلا اللبس اللي يلبسون يحرصون أنهما تكون مثلا قطنيات حتى في بعض البنات مثلا تحرص أنها تقتنط ميكب لازم يكون ميكب مثلا ممجر بنا على مكرم السامع الحيوانات نباتية مأخذة هذا الاتجاه بشكل كامل وكافي في حياتها شون تشوفين هذا الموضوع؟ بالعكس أشوف هذا شيء جزينا مثلا لما الناس تقول لي على اللحم ولا على الدياي والألبان هذه الأشياء نحن متعودين عليها هذه الأشياء في بعض الأماكن يعني خلاص صار فيه أن يكون نسمونها سستنس يعني شيء أساسي بس إحنا الحين ما نحتاج أنه مثلا نذبح الحيوان عشان الصوف مثلا أول أكيد كان في حاجة أمية بليمية كان في حاجة أن نستعمل الجلود لكن الحين في بديل حق هذه الأشياء فالحين مرة ثانية علشان التجارة فيه الحين مصانع بس حق المائز وبس حق الخرفان وبس حق البقر بس عشان بجنات الكشخة اللي يشوفينها التماسيح الحياة الفروق اللي ينبس لو الناس بس يشوف بالضبط المعاناة اللي يشوفونها أخر سنتين صار فيه وعي زيادة عن البنات في موضوع الفرير وقعد صار فيه حملات كل قبل اللي شتاء يحبون أنهم يذكرون فيه هذه الموضوع بخلال السوشال ميديا صحيح صحيح وأنا دائما أقول يعني الواحد كثر ما يقدر إذا ما يأذي هذا يكون شيء زين إذا أنا عرفت أن هذا الشغل ممكن تأذي شخص أو ممكن تأذي كائن حي إن أنا أحسن أن أبتعد عنها دكتور ممكن شوي سألتش بس ما خليل منت الجواب إن شلون أنت تغيرت حياتك بعد مصنف نباتي صارت 14 سنة شكرا مثال حق وائد أشخاص موجودين بالشاشة قاعد يشوفون هل ممكن حتى تقدمي لهم نصيحة أن تصاروا فعلا نباتيين عشان يحرصون يشوفون نفسهم جسمهم صحتهم ما تربت شو الأشياء لازم يسوونها بين خطر وفلطر إذا أول شيء إذا الشخص تبنى النظام الغذائي النباتي في نسبة كبيرة من الأشخاص هذه يبدأ ينزل وزنها خصوصا إذا كان الأكل صحي مثل ما قلت ممكن يكون في نباتيين غير صحي ثاني شيء بالنسبة حقي أنا والناس اللي حوالي الطاقة زادت كثير مو شوية البشرة شوية تتغير الأشخاص النباتيين يعكلون فاكهة أكثر من الأشخاص الغير نباتيين فأنا عادي أكل يعني ثمانية ولا تسع حبات فاكهة باليوم وهذه الفاكهات كلها فيها أنتي أوكسيدن كلها حق البشرة حق تقينها من كافي نشر من السرطان هذا شيء ثاني النوم تصير شوية أعمق ما بي أنا أعمم بس هذا بالنسبة حقي أنا النوم تكون شوية عميقة الطباخ وايد أسهل وايد أسهل يعني اللحم إذا طلحت من هذا وذاب لا ما يصير الرجعة لازم لازم تطبخه وبهارات عليك وأمراض وبكتيريا ولا لا وتحس نفسك خفيف يعني لما تاكل الأكل لما تاكل اللحم المعدة تأخذ تقريبا سبع ساعات على ما تهضم اللحم أما النباتات يعني ساعتين ثلاثة وتحس نفسك أنا شوية أنا أساسا يعني بشكل عام من اللحم والطماط يعني قاية لي الدكتور أنا ما قدر أكل يعني بشكل يعني وايد لأن أساسا يزيد كمية الدم بجسمي هذا هو صحيح البعض ممكن هو يبتعد ساعة عن اللحوم الحمراء ويتجه لللحوم البيضاء في السمج والدياي والربيان وغيرها ممكن تكون أفضل أنا دائما تكون خياري اللحوم البيضاء أفضل من اللحوم الحمراء كيف نهاية هذا الواحد كلها حرية شخصية أكلك شو أنت تحب شو صحتك وجه اسمك يحتاج في النهاية بيوجه باستحية لدلال دوب واحدة من الشخصيات اللي دائما تنادي في أن الشخص يكون نباتي ودائما تحب أنها زي أكلها والواحد يشتهني يصير نباتي لما يشوف هذه الأمور يعطيك العافية الدكتورة عبير الشرهان رئيس الجمعية النباتين الكويتية شكرا على وجودك اليوم معنا مشكورين على استضافتي يعطيك العافية رح يكون متواصلين معكم لكن بعد هذا البريك